طيب نكمل كلامنا بقى وانا ما تيجي نتكلم سواء عن قطاع الناشئين قطاع الناشئين عايز اقولك عامل طفرة كبيرة جداً كريم صحيح وكان يعني كابتال خالد بيبو ليه اكتر من تصريح وهو يمكن تحديداً بقى لان احنا بنتكلم من كابتال خالد بيبو وصرح نقطاع الناشئين كمان خلاص لكرة القدم عاد مرة تانية وبدأ كمان التدريبات ده استعداداً للموسم الجديد ووفقاً كمان للستراتيجية اللي تم وضعها من بداية الموسم الماضي علشان هنا يتم تحقيق التطلعات بها المرجوة خلال المرحلة المقبلة اكيد وكابتال خالد بيبو كمان كان تحدث اكتر من مرة على ثقة في تحقيق القطاع نتائج مميزة ام مميزة خلال الموسم الجديد واشات بالروح والجدية اللي ظهر عليها الجميع في اليوم الاول لاستقناف التدريبات ده اللي كانت بعد فترة العطلة الصيفين اللي كلنا اكيد كنا يعني متابعينها فقطاع قوية كريم وان شاء الله يحقق المرجو منه وهو قريدي اثبت نفسه يعني هو مشيس اقطاع تحت الاستكشاف هو قريدي هذا القطاع خرج العديد من النجوم والاسماء على مدار يعني التاريخ والحسة لحد دلوقتي بنتكلم في اسماء بتظهر كوكا ويمكن برضو كابتال خلي بيبو تكلم عنه احمد ياسر ريان وغير وغيره واتكلم كمان عن كابتال محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واكد انه بيتواصل معه بصفة مستمرة عشان يطمن دايما على سير العمل في هذا القطاع وكمان عشان يلبي كافة احتياجات هذا القطاع واكد على الدور الكبير للجنة التخطيط في تربية المطالب الفنية للقطاع اولا باول والقال كمان ان هناك خطة مجروسة لفترة الاعداد حيتم تنفيذها خلال الايام المطبرة ان شاء الله للوصول بجميع فرق القطاع الى افضل مستوى ممكن ولخوض منافسات الموسم الجديد بكل قوة كمان اشار ان الى التعاون الدائم والمثمت بين القطاع وبين اكاديمية الاهلي وقال ان فيه تعاون كبير جدا بينه وبين الكابتن شطة المدير الاكاديمية من اجل امداد قطاع الناشئين بالمواهب المميزة والمتميزة التي تفرزها الاكاديمية بصفة مستمرة نسمع اسباق تلمع في الفريق الاول للاهلي